مرحبا أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله تكون أخبارك بخير يا متابعين ومشاركين كنار تيفي كثير بيسألوا كيف أدخل على الستوديو على كنار تيفي الستوديو رح يوصلك على عن طريق اللينك سواء عن طريق الواتساب أو المسنجر أو الإيميل تعمل له كوبي بتحطه في أي براوزر عادة البراوزر لازم يكون قريب من الكروم فإذا كان كروم أو سفاري في الأبل بيكون أحسن شيء عادة اللينك رح يكون زي هيك httpps streamyard.com وبعدها رح يطلع أرقام تختلف هاي الأرقام من مرة إلى أخرى كل مرة بيختلف عسى بالستوديو تضغط enter بعدين رح يسألك تقدر تدخل عن طريق اليوتيوب وبتقدر تدخل عن طريق الفيسبوك أي منهما أنت بتحب أنا حدخل عن طريق الفيسبوك طبعا أفضل شيء سواء أنك تدخل على اليوتيوب أو الفيسبوك تكون مسجل أنت يعني داخل على الفيسبوك تبعك قبل وعامل تسجيل بالباسورد واليوزر نيم قبل عشان يكون يساهل عليك الموضوع إذا لا رح يطلب منك التسجيل عبر الفيسبوك تبعك الآن دخل بكل سهولة زي ما أنتوا شايفين وبدي يقول لك بيسألك continue as جمال الشريف هذا طبعا مثال رح يطلع اسمك غاد أو بدك تغير الاسم تقدر تكمل هون الاسم اللي بدك تحطه بتحط مثلا اسمك بالعربي أو بالإنجليزي جمال أنت اللي بتحبه وهون طبعا أنا لأني هلا بستخدم المايك والكاميرا بالتصوير على الشاشة فلازم تشوف صورتك هون ولما تحكي بتلاقي المايك هذا بيشتغل هون بالأخضر بيزيكلي بتضغط على هاي انتر برودكاست ستوديو وهيك رح تكون في شغلة اسمها باكستيج هذا معناها أنت دخلت على الستوديو تنتظر من الادمن تبع الستوديو يدخلك على الستوديو فقط هذا اللي مفروض تسويه فهي بساطة بكل سهولة مرة تانية أنا ما قادر أشوف هلا الفيديو فقط لأنه أنا عم بسجل من البرنامج بس بشكل عام رح تشوف صورتك وتشوف اسمك وتسمع صوتك شكرا لكم مرة تانية لو وجودكم معنا على كنار تيفي ونتمنى لكم جميعا الصحة والعافية ومشاركتكم دائما تغني كنار بكل معانيها السلام عليكم